الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ارتفعت تكبيرات عيد الفطر المبارك بين جنبات مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة العيد داخله في إطار منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد في أحد محاورها على إحياء المناسبات وإقامة الشعائر الدينية وفي حضور عدد من قيادات قطاع الحماية المجتمعية وشيوخ الأزهر الذين قدموا التهنئة للنزلاء كما قدم عدد من رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد نحن قد أدينا صلاة العيد اليوم مع النزلاء لكي يشعر أن نزلاء كما يشعروا زوهم أنهم يؤدوا الصلاة في وسط الناس وفي وسط جموع الناس ويشعرون بشعيرة الله سبحانه وتعال كنت بصلي بحرية في جامعة واسعة في مكان محترم وكلم كويس بجد احنا تبهرنا بالحاجة الكويسة اللي شفناه هنا فرحة العيد امتزجت مع فرحة المفرج عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لعام 2023 بشأن الإفراج عن المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل من من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء حيث تم الإفراج عن 1920 نزيلا لأول مرة تحتضن قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العشر من رمضان احتفالية بالمفرج عنهم الذين عبروا عن شكرهم لرئيس الجمهورية ولوزارة الداخلية على النقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر والتي قومت سلوكياتهم وساهمت في تأهيلهم وفق برامج إصلاحية متطورة بهدف الانخراط في المجتمع تعلمت إزاي أقرأ وإزاي أكتب والحمد لله أنا أخرج أعرف أعلم بنته وأرباه كويس أنا ما كانش معاه شهادة أخدت شهادة مع أماما من هناك واحد مش معاه صنعة بيتعلم بيطلع من هناك بناده كويس أنا أتعلمت الشغل اليدوية وإن شاء الله أطلع أعمل الشغل ده بره وأعلم بناتي طبعا مراكز الإصلاح والتأهيل أهلتنا لنطلع إنسان جديد تاني ونشوف أهلينا ونطلع للحياة تاني ونسقر سادة الرئيس وكل سنوات طيبنا وجاء الإفراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد عقد لجان العفو جتماعاتها والاطلاع على ملفات النزلاء لمعارفة من تنطبق عليهم شروط العفو والتي أصفرت عن الإفراج عن هؤلاء الذين عبروا عن فرحتهم بالإفراج وبقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أهلهم وذويهم أنا بشكر ربنا الأول فوق كل حاج إنه الحمد لله أنا عم علينا بنعمة العفو الحمد لله وبشكر برضا الرئيس عبد الفتاح السيسي دي فرصة جميلة إن أنا مرجعش طبعا لأي غلطة تاني إن أنا ممكن إن أنا أقدمها تاني أنا فرحان إن أنا خارجة ولولادي وأعيد معاهم وأقد معاهم العيد وبشكر شدادة الرئيس إنه خرجني في العفو عشان أكمل تربية ولادي صح وأعلمهم وربيهم فرحتي فرحتين إن أنا مروح لأسل أهل وناسي والحمد لله تعلمني حياة كثيرة الله أنا أكون مبسوط أنا أطلع عاش معا وسط أسرتي وعاش إنسان جديد ينتظر المفرج عنهم حياة جديدة عقب الإفراج بعدما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لكن تبقى فرحتهم كبيرة بهذه اللحظة التي يلتقون فيها مع ذويهم عقب خروجهم من بوابات مراكز الإصلاح والتأهيل ليبدأوا من جديد وبتعدين عن كل سلوكيات خاطئة فالتوسع بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة أنا مش مصدق إن الأيام المفترجة دي العيد بتاعنا والفرحة بتاعتنا تبقى فرحتين أنا بشكر السيد الرئيس اللي فرح جميع الشعب المصري بالعفو النهاردة كانت أحلى فرحة والله أول ما اسمعنا إن أخويا طالع وفرحنا جامد والبيت كله كان فرحان بشكر الرئيس عفتاح السيسي إن أخويا طالع وموجود معنا وهرد للبلد الجميل وأقدر أخط المستحيل